أهلا بالجمهور الكريم حدثنا في الحلقة الماضية عن المراحل الأولى في تطور الجنين ووصلنا لمرحلة المضغة طرحنا سؤالا مهما استنادا لما جاء في حديث عن ابن مسعود قال بأن الرسول أخبرهم عن نزول الملاك في نهاية مرحلة المضغة ينفخ الروح فيها وطرحنا سؤال كما قلت لماذا لم ينزل الملاك المانح للروح في المرحلتين الأولى والثانية لعل الجواب يكون في أن هذه المرحلة يكون القلب قد أصبح موجودا بحسب معرفة أطوار الجنين في عصر الرسول وقد رأينا أن جالينيوس أشار إلى وجود قلب غير كامل المعالم في المرحلة الثانية وهذا القلب لا شك أنه بدأ يعمل في المرحلة الثالثة فبالتالي يكون حسب معرفة الرسول هو المكان المحتمل لاستقرار الروح حيث تشير المراجع الإسلامية لمعنى ذلك ونذكر منها ما جاء عن فخر الدين الرازي في مناقشة حول حصول الحياة قال وعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد ألا ترى أن الأطباء قالوا المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح وهما في غاية السخونة وقال جالينيوس يقول الرازي إني بقرت مرة بطن قرد فأدخلت يدي في بطنه وأدخلت أصبعي في قلبه فوجدته في غاية السخونة بل تزيد ونقول أطبق الأطباء على أن الحياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة إلى آخره من هذا المرجع نرى مدى تأثير جالينيوس على تفسير علماء الإسلام وتصورهم حصول الحياة لا يتم إلا بوجود قلب كامل لتسكن الروح فيه بما أن القلب قبل المرحلة الثالثة غير كامل فالجنين لا يعتبر كائناً بشرياً بروح ولهذا نجد إجماع علماء الإسلام على أن إسقاط الحمل في المرحلتين الأولى بين قوسين النطفة والتانية بين قوسين العلقة ليس فيها حكماً لما جاء في صورة الحج الآية 5 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم إلى آخره وتعليقاً عن عبارة مضغة مخلقة وغير مخلقة ذكر الإمام الشنقيطي مسألتين المسألة الأولى إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل وهذا لا خلاف فيه بين العلماء المسألة الثانية إذا سقطت النطفة في طورها الثاني أعني في حال كونها علقة أي قطعة جامدة من الدم فلا خلاف بين العلماء في أن تلك العلقة لا يصل عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث انتهى الاقتباس وفي هذه المرحلة بالدات أي المضغة يتم تحديد أيام العدة عند الزوجة المطلقة كما جاء في صورة البقرة الآية 228 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى آخره أو عند الأرمالة التي توفي زوجها بحسب الآية 234 والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إلى آخره ولهذا نجد علماء الإسلام يذهبون إلى أقصى مدة يمكن أن تكون عليه المضغة مخلقة غير مخلقة ففي حديث لابن عباس ذكره القرطبي في تفسيره قال وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه الروح بين قوسين الجنين فذلك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر انتهى الاقتباس وبالمقارنة بما سبقت الإشارة إليه في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملاكة فينفخ فيه الروح إلى آخره إذن مرحلة المضغة هي مرحلة الوسط بين المخلوق وغير المخلوق وهنا يكتشف الأستاذ كريستوف ليكسنبرغ سر هذه الكلمة ميم صاد عينها التي كانت في المصاحف الأولى والمخطوطات القديمة ما هي سوى مصع بمعنى في اللغة الأرامية يتوسط يكون وسيطاً يكون في الوسط ينقسم نصفين بكل وضوح يشير هذا المعنى إلى عبارة مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة خلقاً آخر بين قوسين الجنين الكامل كما رأينا في صورة المؤمنون الآية 14 ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين عن ابن عباس خلقاً آخر يعني فنقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلاً انتهى الاقتباس يقول غالينيوس بأن مرحلة الحمل عند الإنسان أقصر مدة هي ستة أشهر أما أطول مدة فهي تسعة أشهر بينما لا يوافقه علماء الإسلام فيما يخص أطول مدة للحمد وذلك بحسب تفسير لصورة الرعب الآية 8 الله يعلم ما تحمل كل أمثة وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار حيث تصل عند المالكيين إلى خمس سنوات كما جاء في تفسير النسفي وإلى أربعة عند الشافعي وسنتين كما جاء في تفسير الطبري وهناك بعض العلماء الإسلام قالوا إن مدة الحمل لا حد له من هنا يمكن القول بأن النص القرآني يمكن تأويله بحسب ثقافة ومعرفة المفسر ولا دخل له بما هو معلوم عن أطوار الجنين في عصر الرسول ولا في عصرنا الحاضر فرغم وجود نظرية شائعة لقالينيوس إلى القرن السابع عشر الميلادي فعلماء الإسلام لم يأخذوا عنه كل ما قدمه في هذا الموضوع رغم وجود ذكره في حوالي 780 مرجعا إسلاميا كما أخبرنا ابن أبي أصيبع في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء كما رأينا في أطوار مرحلة الحمل ففي عصرنا الحاضر أصبحت نظرية جالينيوس في خبر كان فقد رد عليه الكثير من الأطباء عصرنا وفندوا نظريته أذكر من بينهم الدكتورة الفرنسية كريستين بونيت كاديلاك في رسالتها للدكتورة سنة 1997 أشارت إلى المجلد الرابع عشر من كتاب جالينيوس والتي تحدث فيه عن دراسة في الأعضاء التناسلية وعلاقتها مع باقي أعضاء الجسم في تكوين الجنين معتمدا في بحثه على ما يراه بعد التشريح بين القوسين بعض الحيوانات مستعملا خيالا سفساطيا كما تقول هذه الدكتورة الفرنسية للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها إذن كما رأينا فالقرآن ابن بيئاته يقدم لنا النظرية التي كانت موجودة في عصره عن أطوار الجنين لا تختلف عما قدمه الطبيب الإغريقي كلوديوس جالينيوس في القرن الثاني الميلادي وهذا الموضوع قد سبقني إليه الدكتور خالد منتصر تحية له من هذا المنبر ردا على وهم الإعجازيين خلاصة القول فأطوار الجنين في الإسلام لا بد من المرور عبر ما جاء في القرآن والأحاديث لسد باب تأويل النص القرآن بما لا يحمله من معنى ولو يعنق من أجل بيع الوهم للمسلم البسيط وتصديق خرافة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة سوف نعود لتكملة موضوع أهل الكهف فيما يخص البيئة التي ظهر فيها القرآن وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة